طيب على صعيد نادي الزمالك فنادي الزمالك النهاردة بيوصل بسلامة الله للمملكة العربية السعودية بالتحديد مدينة الرياض عشان يستعد المباراة الهكمة من خلال تدريبين بكرة وبعده بالمناسبة نادي الزمالك اتمرن النهاردة الصبح قبل الصفر مران كان ايضا غاية في الاهمية اللي كان بيصاحب بعثة نادي الزمالك النهاردة الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس ادارة النادي الكابتن احمد سليمان عضو مجلس الادارة رامي نصوحي عضو ايضا مجلس الادارة دول التلاتة فقط اللي سفروا مع طائرة نادي الزمالك النهاردة تقريبا ساعة 3 و4 العصر تحديدا يعني بالمناسبة انا عجبني اول مرة دي ان الامور متنصقة في نادي الزمالك يعني مش كل المجلس سافر مش كل المجلس سافر ممكن بعد كده تلاقي بعض الاعضاء بيلحقوا بالبعثة عشان يأزروا الفريق هناك اوكي لكن قبل كده مثلا السافرية بتاعت النهائي كاس مصر في السعودية برطة قريبا كان كل مجلس ادارة النادي الزمالك مسافر ربما حد او حاجة اللي مسافرش او واحد او حاجة يعني لكن مراضي الامور فيها تركيز كبير اوي في نادي الزمالك انا بأكدلك فيه تركيز كبير جدا داخل نادي الزمالك وفيه تفاقل كبير جدا داخل نادي الزمالك وعلى فكرة الحاجات اللي زي دي مطلوبة ما انت هتسافر الآن لا انت اسمك نادي الزمالك لعبة الاهلي ما سمسافرين العين لا انت اسمك النادي الاهلي ففي كل الاحوال لازم يكون فيه سقة في النفس في الانكانيات بتاعت اللاعبين فده اللحظ النهار ده تم استقبال بعسة نادي الزمالك بالورود طبعا وقرم الضيافة المعتاد في المملكة العربية السعودية الشقيقة والامور كانت اكثر من رائعة طيب خلينا اتكلم معاك شوية عن المران لان النهار ده المران كان فيه تخفيف الحمل البدني وده امر معتاد قبل يعني قبل الصفر تجنوبة للارهاق وكل هذي الجوانب يعني الناس دلوقتي عايزة تخش في دماغ الراجل جمز هيعمل ايه؟ لانه جمز بين نارين جمز بين نارين ليه؟ هو عنده صفقات جديدة ومحتاجها محتاج يلعبها اساسي وفي نفس الوقت هو قال انا على الصفقات دي خايف تتحرق فكلين زكريا الوردي لما لعب مطش الاهلي في السوبر اللي فاس فيه الاهلي في السوبر مصري هناك في الامارات اللي فاس فيه الاهلي 2-0 هدف برونو سافيو ساعتها اللعب البرازيلي وكريم فؤاد الرجل زكريا الوردي لعب المطش ده محدث شافه روح على المغرب روح على المغرب وكان هو السبب في العدد في الاول فالحتة دي في حسابات جمز تمام؟ قبل ما اخذ المداخلة المهمة جدا معايا خلينا اشرح لك سريعا سريعا كيف يفكر جمز في الجوانب الخططية الخاصة بهذه المبرأة او حتى على صعيد التشكيل الرجل بيفكر في ايه؟ في كلام على انه مش عايز يبتدي محمد حمدي وعايز يبقى عمر جابر شمال ومحمد شحة تيمين بس قد يكبر بانه يلاعب عمر جابر يمين ومحمد حمدي شمال ليه؟ لان فيه تقل في العضلة الخلفية عند دونجة فالامور هتتضح فالتقل ده ممكن يخلي محمد السيد اللاعب بتصاعد في الحسابات لانه هو لعب وسط فانت عايز هايبقى عندك مين؟ هايبقى شحة بس لفنص الملعب هايبقى قدامه عبد الله وناصر في الوقت اللي بعض الجاز الفني في نادي الزمالك بيقوله للرجل العب بشحة ودونجة لو دونجة سليم هايبقى فيه اختبارات طبية لدونجة هي اللي هتحدد ده بخلاف الجزئية دي لو لعب كونرد فهيكون ربما ده التغييري الأوحد إلا إذا محمد حمدي لعب كاباتليفت فيكون ده التغييري الثاني في التشكيل اتكلمت معكم في حتة ايه؟ ركز معايا التعديلة اللي ممكن تحصل بسبب التقل الموجود في العضلة الخلفية عند دونجة فده هترتب عليه إنش هتيلعب في نص الملعب فهتضطر تلاعب عضلة وناصر مع بعض إلا إذا جذفت وممكن تكون مجازفة محسوبة جدا أن محمد السيد يلعب ويبعضلة قدام أنا بس أبعدها أنا بديك كل الاحتمالات كل التوقعات أو مشتوقعات كل الأفكار اللي موجودة دلوقتي داخل الجاز الفني في نادي الزمالك بيخادة جمز الجزئية الأخرى إذا مالك في المطش اللي لعبهم بتقوع الشرطة الكيني كان فيه تعديل واحد المطش الأولاني لعب حسام عبد المجيد المطش الثاني لعب الزناري طيب مطش السوبر من اللي حيلعب حيلعب حسام عبد المجيد ده أمر محسوم وبالمناسبة هقولك على حاجة أكتر الراجل شايف إن حسام عبد المجيد ومسلوسي مسلوسي كده كده ما فيش خلافة على إمكانياته حسام عبد المجيد هو شايف إن فيه أزمة ثقة فقط لغير لكن هو بيقتنع جدا من إمكانيات حسام عبد المجيد رؤية جمز هو لعب جيد ربما في بعض الفترات بيبقى بعيد جدا على مستوها بعض الأخطاء بتبقى واضحة لكن في كل الأحوال المطشاط اللي زي دي مختلفة تماما فطالما المدرب فيه ثقة أو ميديك الثقة في نفسك وهو نفس واصق فيك فأكيد أنت نفسك هتبقى جاهز قوي لخوض مباراة على المستوى الكبير وبالمستوى المطلوب منك يعني فده اللي بيحصل وده التفكير الموجود داخل القلعة الويضاء وبالتحديد بالنسبة لمستر جمز المدير الفني لنادي الزمالك خلاص فده كده كل التفاصيل الخاصة بالنادي الزمالك النهاردة كان فيه تصراحات لزيزو تصراحات مهمة من خلال موقع الرسمي للتحاد الأفريكي قال نادي الزمالك بيستهدف طبعا تتويق بالبطولة ده أكيد يعني نادي الزمالك عايز يفوز بالبطولة وهو أخذ البطولة قبل كده مع النادي الزمالك بالنسبة يا مستر باتريس كارتيرون في المباراة اللي كانت أمام الترجل انتهت بفوز الزمالك على ما أتذكر ثلاثة واحد فهو عايز يحقق البطولة التانية على صعيد السوبر الأفريكي المباراة صعبة جدا وقوية للغاية بتجمع ما بين فرقيتين كبار جدا في أفريكي بيعجبني دايما تصراحات زيزو تصراحات عقلانية يعني زيزو لعيم محترف بيقدر الخصوم جدا ودي حاجة إيجابية قوي عند زيزو وفيه لعيبة تانية مثلا سواء بلعبه مثلا دلوقتي سواء أهلي أو زمالك يقول لك لا يدي بعض التصراحات اللي تعجب الجمهور أنا لا أحبز مثل هذه الأمور للأمانة يعني لكن في كل الأحوال زيزو تصراحاته متزنة كالعادة قال لك تقريبا حققت كل البطولات والألقاب مع نادي الزمالك أعتقد زيزو ينقصه مع نادي الزمالك بطولة دوري أبطال إفريكي ما أهاش قبل كده مع نادي الزمالك وقال لجمهور نادي الزمالك احضروا المباراة بكسافة خليكوا وراء الشاشات حتى اللي هتفرج على التلفزيون وخليكوا وصقين فينا نحن إن شاء الله هنقدر نكون نقدر رهان ونجيب البطولة لنادي الزمالك